هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لكل تائب وروا الإمام مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا ألنا كفارة فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ثم يقول الله عز وجل ومن تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والآية الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً أيها الإخوة الكرام الحقيقة أن الذي يتردد في التوبة أن الذي لا يجرؤ على أن يتوب أن الذي يحجم عن أن يتوب عنده خمس مشكلات إحدى هذه المشكلات إحساسه أن ذنبه أكبر من رحمة الله والإحساس الثاني نقص في إيمانه بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب وعنده ضعف في عمل من أعمال القلوب وهو الرجاء وعنده عدم تقدير لمفعول التوبة في محو الذنوب هذه الأشياء الأربعة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها القرآن فالنقطة الأولى الإحساس بأن الذنوب أكبر من أن تغفر يكفي قوله تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَلَسْتَ شَيْئًا أَلَسْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَلَيْسَتْ ذُنُوبُكَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وأما توهم العبد أن الإيمان بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب مهزوز عنده يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئاً وأما النقطة الثالثة أي أن ضعف رجائه بالله هو الذي حجزه عن التوبة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرةً رواه الترمذي وأما شعور المذنب أن التوبة لا تلغي ذنوبه يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة التائب من الذنب كمن لا ذنب له أربع أحاديث الأول آية قرآنية رحمتي وسعت كل شيء الثاني من علم أني ذو قدرة على مغفرة الظنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئاً والثالث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم جئتني تائباً غفرت لك ولا أبالي وأما الرابع التائب من الذنب كمن لا ذنب له أما الذي يقول ننوب لا تعد ولا تحصى بماذا نجيبه؟ عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عال فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحل بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد معهم عالم أمره أن يدع بيئته التي يعف الله فيها البيئة أخطر شيء على المؤمن إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصات وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها أيها الإخوة فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكماً فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقابضته ملائكة الرحمة متفق عليه أيها الإخوة الكرام هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذن بثقة لأن الله يغفر له العبرة أن تكون واسقاً من أن الله ينتظر توبتك بل إن الله يريد أن يتوب عليك بل إن الله يحبك إذا توبت إنه يحب التائبين أيها الإخوة الكرام هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة كان بخيلاً فصار كريماً كان متفلتاً فصار منضبطاً كان وقحاً فصار حياً كان جباناً فصار شجاعاً كان جاحداً فصار منصفاً من معاني هذه الآية أن الله يمدل سيئاتهم حسنات وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد فقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصن حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة أي لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم أي أهلكتهم فهل له من توبة فقال عليه الصلاة والسلام فهل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن أيها الإخوة التوبة في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات وهناك ما يسمى بصلاة التوبة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يقول ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له هذا في صحيح الترغيب والترهيب يؤكده قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيها الإخوة ولد روايات أخرى لهذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه يحسن فيهما الذكر والخسوع ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولمسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار رحمة الله واسعة الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه ويفرح بنا إذا توبنا إليه ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد أيها الإخوة الكرام سيدنا عمر حينما أحس بخطائه في مناقشته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحذيبية ماذا قال؟ قال فعملت لذلك أعمالا صالحة لتكفير الذنب معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك توبت من هذا الذنب إن أردت أن ترقى إلى الله فلابد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بعضهم يقول كنت مع الناس على علاقة طيبة فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حد وصوب وهذه حقيقة ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غالقا في المعاصي والآثام يدعه أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه والدليل لأقعدن لهم صراطك المستقيم لمجرد أن يسروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار لذلك ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائبهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله يشككه بعقيدته يسأله أسئلة إبليسية يزين له ما قبل الإسلام ولآتينهم من بين أيديهم يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط وأن المرأة نصف المجتمع يزين له ومن خلفهم وقت عبادة الأوسان زمن الجاهلية وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس لم تتقن شدات الفاتحة إذا صلاتك غير مقبولة باطلة لم تفعل كذا عملك غير مقبول طبعا لا بد من أن نحسن قراءة القرآن لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة أما حينما يأتي الشيطان ليهدر عمد الإنسان بسبب بسيط هذه وسوسة الشيطان هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم يدعوه إلى المعاصي والآسى ثم لا تجد أكثرهم شاكرين دائما يشكو الإنسان دنياه وقد يكون غالقا في نعم لا تعد ولا تحصى أيها الإخوة الكرام لذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقد يكون الشيطان من البشر بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكرا من شيطان الجن شيطان الإنس يدعوك إلى معصية يدعوك إلى أن لا تنفق أن تبخل يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك ويزين من حرمت عليك هذا من فعل الشيطان فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية هذا وسواس الشيطان إلى أكل حقوق الآخرين هذا وسواس الشيطان إلى الإيقاع بين مسلمين هذا من وسواس الشيطان إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك هو من وسواس الشيطان إلى أن تبخل وأن لا تنفق هو من وسواس الشيطان ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة القول الثابت هو القرآن أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآن دققوا وما كان لي عليكم من سلطان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كنت أضرب على هذه الآية مثلا موضحا إنسان يرتدي أجمل السياد فنزل في حفرة مياه سوداء مالحة أسيقة وذهب إلى مخفر الشرطة ليشتكي فسأله المحقق على من تشتكي قال له على زيد قال له هو دفعك إلى هذه الحفرة قال لا والله لم يدفعني قال أمسكك ووضعك فيها قال له لا والله أشهر عليك سلاحا وأمرك أن تنزل فيها قال لا والله قال لما تشتفي عليه قال هو وقال لي إنزل فنزل وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الشيطان لا يوسوس إلا من يصغي له لا يوسوس إلا من كان ضعيفا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا نعم إن سلخ من آياتنا عندئذ تبعه الشيطان أيها الإخوة الكرام الشيطان كالبعوض لا يأتي إلا على الأماكن القذرة أما الأماكن النظيفة والأشخاص النظيفون ليس للشيطان إليهم من سبيل أيها الإخوة الكرام مهما فعل أهل الكفر والشرك والضلال لحمل إنسان على أن يعود إلى ما كان عليه إذا استعاذ بالله واستعان بالله ليس لهم عليه من سبيل قال تعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سبيل شيء دقيق جدا هو أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من أكبر الكبائر المذنب مهما يكون ذنبه كبيراً ومهما تكون ذنوبه كثيرةً ينبغي أن يكون وافقاً من مغفرة الله له إذا تاب ينبغي أن يكون وافقاً من رحمة الله به ينبغي أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه أما اليأس من رحمة الله القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر أيها الإخوة واحد يقول أنا أتوب هل يجب علي أن أعترف بهذا الذنب؟ نجيبه ليس بين العبد وبين ربه وسيط وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في القرآن الكريم آيات تزيد عن عشر آيات أو أكثر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك عن المحيض قل هو أباً فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج بين كل هذه الأسئلة وبين الأجوبة كلمة قل يعني يا محمد أبلغكم بكذا إلا آية واحدة وإذا سألك عبادي عني ما في قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا ليس في إسلامنا كله شيء اسم اعتراف لكن هناك اعتراف لله وحده هذا الاعتراف ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء لك بذنبه فاغفر لي فإنه لا يغفل الذنوب إلا أنت ابقى عزيز الجانب ابقى موفور الكرامة سترى الله عليك أستر نفسك لكن في السجود في قيام الليل اعترف لله أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبه فاغفر لي فإنه لا يغفل الذنوب إلا أنت أنا والله أتألم أشد الألم ممن تاب الله عليه وبدأ يحدث الناس عن معاصيه قبل التوبة لك لما الله عز وجل أسبل عليك ستره وتاب عليك وتفضح نفسك نعم إذن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف شيء آخر في هذا الموضوع أنك إذا تبت توبة النصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك أيها الإخوة الكرام ذاق طعم التوبة من ستر نفسه لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن أن هذه الغامدية التي اعترفت بذنبها لرسول الله وألحت عليه حتى أقام عليها الحد هذا ليس حكما شرعيا هذا موقف شخصي لكنها تابت توبة تسع أهل بلدة بأكملهم الحكم الشرعي إذا تاب الله عليك ينبغي أن لا تخبر من هو مكلف بإقامة الحد عليك أن يقام الحد عليك لست مكلفا أن تخبر عن نفسك وهذا خطأ يرتكبه بعض المسلمين قرأت قصة أن مذنبا ذهب إلى إمام على علم قليل قليل جدا واعترف لديه بما اتكب من ذنوب وطلب منه الحل فقال هذا الإمام لابد طبعا ببلد آخر لابد من أن تذهب إلى المحكمة الشرعية وأن تعترف أمام القاضي بهذه الذنوب التي توجب الحد ثم تقام عليك الحدود ثم ينظر في أمرك فلما رأى هذا المسكين أنه لا يطيق تطبيق الحدود عليه عدل عن التوبة ورجع إلى ما كان عليه وهذا الذي يضع الحدود والقيود أمام التائبين هو يدفعهم ضمنا إلى ترك التوبة هذا الذي يضع شروطا تعجيزية أمام التائبين يدفعهم دفعا إلى نقض التوبة يجب أن تحبب التوبة للإنسان إذا تاب العبد توبة نصرحة نادى مناد في السماء والأرض أنهنئوا فلانا فقد الصلح مع الله أيها الإخوة الإسلام يجب ما قبلها والهجرة تهدم ما كان قبلها ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ظنوبه كيوم ولدته أمه الحج فرصة وصيام رمضان فرصة وقيام رمضان فرصة والتوبة فرصة والهجرة فرصة كلها فرص تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك فهؤلاء الذين يضعون شروطا تعجيزية أمام التائبين هم لا يعرفون الله عز وجل الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم ينتظركم هذه إرادتي في المعرضين فكيف في المقبلين ينتظر من هذا المذنب أن يتوب يشجعه على التوبة يزين له التوبة يملأ صدره انشراحا بالتوبة أيها الإخوة حبب الناس إلى الله ولا تنفرهم من الدين لا تكن منفرا كن داعيا إلى الله عز وجل وبصولتك مع المذنبين هؤلاء المؤمنين التائبين المقيمين لشرع الله عز وجل هؤلاء جميعا طرف واحد أم عندها عدة أولاد أحدهم شارد قلبها مع من؟ مع الشارد هؤلاء الذين أطاعوها واستقاموا على أمر الله عز وجل مطمئنة لهم لكن قلبها يتألم لهذا الشارد فمن استطاع أن يرد هذا الشارد إليها يكون قد فعل معها عملا لا يقدر بثمن فأحد الشيوخ توفاهم الله وأنا والله أجلهم وأحترمهم قال يا أبني لا تجب لي من جامع لجامع جيب من ملها لجامع من جامع لجامع فتنة لكن من مكان المعصية والفجور إلى الجامع رحمة فيا أيها الإخوة بطولتك مع الطرف الآخر كن منطقيا كن لطيفا أري من الدين الشيء الذي يقبل عليه عرفه برحمة الله البطولة أن تأخذ بيده إلى الله لا أن تحكم عليه بالهلاك أنت لست قاضيا ولكنك داعي إلى الله عز وجل أيها الإخوة يؤلمني أشد الألم يقول لأحدهم سألت إمام مسجد سألت مؤذن من خال لك إن الإمام والمؤذن إذا كانت ما طلب العلم وقد يكون إمام أعلم العلماء أنا أقول إنسان ما طلب العلم لكنه يرتفق بهذه الوظيفة يسأل إنسان من أجل تصليح آله تبحث عن الوكالة أريد خبير لماذا في أمر دينك تقبل أي فتوى من أي إنسان له زي ديني وقد يكون جاهلا من أجل أن تبيع البيت تسأل عشرات الأشخاص كم سمن هذا البيت كم ينبغي أن أبيعه من أجل دينك يهون عليك دينك تسأل أي إنسان تراه صدفة يعني إله زي ديني تسأله ويجيبه وتأخذ بإجابته أيها الإخوة الكرام ما كل من يعمل في الحقل الديني يصلح أن يفتي وما كل واعظ يصلح أن يفتي ولا كل من يعمل في الشعائر الدينية يصلح أن يفتي وما كل أذيب أو قصاص يصلح أن يفتي وما كل من يحمل شهاد عليا يصلح أن يفتي إن هذا العلم ديني فانظروا عن من تأخذون دينكم غضب النبي غضبا لا حدود له حينما أفتى واحد من أصحابه لصحابي آخر أصابته جنابه في يوم بارد وفي سفر فأفتى له أن يغتسل فاغتسل فمات فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله فاسأل به خبيرة اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كم من إنسان ييئسك من التوبة كم من إنسان أراد التوبة ثم عدل عنها لهذه الشروط التعجيزية التي يضعها من هم بعيدون عن حقيقة الشريعة